اشتركوا في القناة على قائم عترتها الطاهرة سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الثالثة والأربعون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الرابع والعشرون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي كان حديثي في الحلقات السابقة تحت عنوان صور من الواقع الشيعي الطوسي المعاصر في حربه على الشهادة الثالثة ولكن بأسلوب مقنع مبطن شيطاني تسلسل الحديث تشعب تفرع إلى أن وصلت معكم في الشطر الثاني من الحلقة الماضية إلى حديث عن الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة بحسب فقه ديني العترة الطاهرة بعيدا عن قذارات المذهب الطوسي النجس أتحدث عن نجاسة عقائدية عن نجاسة تفسيرية للقرآن عن نجاسة معنوية في مستوى العقائد وفي مستوى الفتاوى والأحكام وكل هذا متوفر بوضوح في المذهب الطوسي القذر قرأت عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه طبعة ذو القربى قموا المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة الرابعة والستين بعد الخمسمائة حديث عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أخذت منه موطن الحاجة في معنى إقامة الصلاة أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفاً الاعتراف لا بد أن يكون لفظياً لا بد أن يكون قولياً وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها في الصلاة والخروج منها معترفاً بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات معترفاً بالموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأطخياء علي سيد الأبرار إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة الرواية واضحة صريحة جداً فإنها تتحدث عن اعتراف لفظي هذا الاعتراف اللفظي يكون داخل الصلاة وهو أهم أجزائها وعلم أن أكبر حدودها أكبر حدود الصلاة وأهمها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفان بفضل محمد وموالات علي صلى الله عليهما وآلهما لن أطيل الوقوف عند الحديث هذا لأنني قد تناولته في الحلقة الماضية ومنه انتقلت بكم إلى حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في صفحة السابعة والتسعين بعد الأربعمائة الحديث يبدأ في الصفحة الخامسة والتسعين بعد الأربعمائة رقم الحديث ثلاثمية وتساطعش عن سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله إلى أن يقول حينما يصل في حديثه صلى الله عليه وآله إلى التشهد الوسط والأخير حتى إذا قعد قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني التشهد الأول هو التشهد الوسط والتشهد الثاني هو التشهد الأخير حتى إذا قعد قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى يا ملائكتي قد قضى خدمة خدمة وعبادتي وقعد يثني علي ويصلي على محمد نبي لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ولأصلي على روحه في الأرواح فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال الله له لأصلين عليك كما صليت عليه ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به إلى آخر الرواية الشريفة أعتقد أن الكلام واضح وصريح وجلي وبين أذهب بكم إلى الفقه الرضوي أو ما يسمى بفقه الرضا بفقه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة هناك صيغة تشهد وتسليم طويلة جاءت مروية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة الثامنة بعد المئة وما بعدها لن أقرأ الصيغة بتمامها وكمالها لطولها وإنما أذهب إلى موطن الحاجة بإمامنا بحسب بحسب الموضوع الذي أحدثكم عنه ذكر أمير المؤمنين في التشهد الوسط والأخير هكذا جاء في صيغة التشهد أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي نعم المولى العبارة واضحة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي نعم المولى ويستمر التشهد وأن الجنة حق والنار حق والموت حق إلى بقية التفاصيل التي جاءت مذكورة في صيغة التشهد هذه المروية عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه وأنا أقرأ عليكم من فقه الرضا إلى أن نقول في التشهد ذاته اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين ثم يأتي ذكر إمام زماننا ذكر إمام زمان كل شيعة في وقتهم فهذه الصلاة تكون على إمامنا الرضا في زمان إمامته وتكون على إمامنا الجوادي في زمان إمامته في زماننا هذه الصلاة صلاة على الحجة بن الحسن اللهم صلي على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صلي على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار ثم الصلاة على الملائكة والأنبياء كل هذا في الصيغة هذه إلى أن نصل إلى نهايتها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالح صيغة طويلة هناك صيغ أخرى أيضا في غير هذا الكتاب ما قرأته عليكم في جواب المرجع المعاصر بشير النجفي من أن صيغة وردت في الفقه الرضوي فقط هذا يدل على جهله وجهل مراجع النجفي وكربلاء بالنسبة لي أمر واضح من خلال اطلاع على كتبهم وأبحاثهم من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل هؤلاء هؤلاء قوم يعانون من جهل فضيع في فقه العترة الطاهرة لهم اطلاع على فقه المذهب الطوسي القذر هؤلاء طوسيون على المذهب الطوسي لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة ولذا فهم جهال عديموء الاطلاع على فقه دين العترة الطاهرة هذه القضية قد لا تكون واضحة بالنسبة إليكم بالنسبة لي إنها واضحة كوضوح الشمس لكثرة مطالعة في كتبه لكثرة قراءة في أبحاثهم وعبر السنين جهلهم واضح وجهالتهم فاضحة جدا جدا هذه صيغة وهناك صيغ أخرى الذين يشكلون على هذا الكتاب ومن أنه كتاب أحاديثه ضعيفة لا يعتمد عليها بحسب قذارات علم القنادر أنا أسمي علم الرجال بعلم القنادر لأنه ما هو بعلم حقيقة نسيج شيطاني من قذارات نواصب سقيفة بنه ساعدة مع قذارات سقيفة بن طوسي لا هو بعلم ولا هو ببطيخ لذلك أطلق عليه هذا العنوان من أنه علم القنادر بحسب علم القنادر علم حوزة الطوسي في النجف وكربلاء فإن الكتاب ضعيف وإن أحاديثه ضعيفة هذا هو منهج ضلالهم ولكنني سأقبل ما يقولون لماذا يا أيها الطوسيون البتريون أحاديث هذا الكتاب ضعيفة يقولون هذا كتاب الشالمغاني قطعا هذا قول من الأقوال لكنهم يتمسكون به السيستانيون يتمسكون به وغيرهم أيضا هذا الكتاب كتاب الشالمغاني ابن أبي العزاقر الذي لعنه صاحب الأمر وتحديدا هو كتاب التكليف لأن الشالمغاني له العدد الكبير من الكتب وكانت كتبه منتشرة في بيوت الشيعة كان عالما كبيرا وكان مرجعا للشيعة زمان الغيبة الأولى لكن الحسد هو الذي قتله كانت نار الحسد تتعجج في قلبه باتجاه النائب الثالث باتجاه الحسين بن روح حسده القاتل للحسين بن روح هو الذي أضله وأخرجه من دائرة دين الهدى حتى صار خطابيا نجسا لعينا قذرا ألا لعنة الله عليه وعلى كل خطابي من الأموات أو من الأحياء لعنة الله عليهم جميعا الخطابيون أتباع أب الخطاب اللعين حتى لا يحدث خلط فيما بين هذا العنوان وبين عنوان ابن الخطاب المراد به عمار نحن نتحدث عن الخطابيين الذين هم أتباع أب الخطاب لعنة الله عليه كان من أصحاب إمامنا الصادق قتله الحسد وأضله هذه الفرق الباطنية انطلقت من الحسد إما هو حسد للأئمة المعصومين أو حسد لبعض أوليائهم المقربين فهذا الحسد قاد الحاسدين إلى تأسيس فرق كي يعوض عن الحالة النفسية التي يعيشونها ثم يبدأون بالدعاء المقامات حكاية مفصلة في التعريخ ولا زالت قائمة بيننا إلى اليوم إنني سأقبل ما يقولون هذا هو كتاب التكليف للش المغاني كتاب التكليف للش المغاني أيام هدايته كتاب يشتمل على أحاديث أئمتنا الصحيحة ولذا فإن الشيعة كانت تعمل به كتاب التكليف رسالة عملية صنفها الش المغاني للشيعة وبإشراف من النواب الخاصين من النائب الخاص أيام الغيبة الأولى بعد ضلاله هناك من يقول من أنه حرف فيه قطعا لن يحرف تحريفا هائلا لأن الكتاب حينئذ ستستطيع الشيعة حتى العوام من الشيعة يستطيعون أن يشخص هذا التحريف لأنهم قد قرأوه سابقا أيام هداية الش المغاني وعملوا بالأحكام التي جاءت فيه رسالة عملية النهاية في القول كتاب فيه حق وباطل على هذا الاحتمال الحق يعود للعترة الطاهرة والباطل يعود لهذا الخطابي النجس القذر لعنة الله عليه في غيبة الطوسي هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة السابعة والأربعين بعد المئتين لما سألوا الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة وهو هذا الش المغاني صاحب كتاب التكليف فقيل له للحسين بن روح فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء قلت لكم قبل قليل من أن الش المغانية ألف كتبا كثيرة وكتبه بالمناسبة نافعة جدا في وقتها حينما كان على الهدى لأن الرجل عالم وعالم ضليع فماذا قال الحسين بن روح أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن ابن علي صلوات الله عليه إمامنا العسكري وقد سئل عن كتب بني فضال وبن فضال عائلة علمية كما يقال في زماننا من رواة الحديث نقلوا الحديث عن الأئمة صلوات الله عليهم وما كذبوا على الأئمة لكنهم ضلوا بعد ذلك فصاروا فصاروا فطحيين من الفرقة الفطحية الضال كتبهم كانت موجودة في بيوت الشيعة فلما سألوا الإمام العسكري عنها ماذا أجاب خذوا بما رووا وذروا ما رأوا الباطل باطلهم لهم والحق حق محمد وآل محمد نحن شيعتهم أحق به خذوا بما رووا وذروا ما رأوا آراؤهم لهم لكنهم لم يكذبوا على الأئمة في الرواية وإنما شرحوا الرواية بآرائهم واعتقدوا ما اعتقدوا لا شأن لنا بآرائهم فليذهبوا بآرائهم إلى الجحي الحال هو هو مع كتاب الشالمغاني أو مع بقية كتبه إذا ما وصلت إلينا فكتاب الشالمغاني فيه حق وفيه باطل على احتمال أنه حرف الكتاب أما إذا نظرنا إلى واقع الأمر فإن الكتاب كبقية كتب حديثنا فيه تصحيف التصحيف التحريف غير المتعمد وإنما يأتي من قبل النساخ الذين يكتبون الأحاديث في الكتب فيه تصحيف وفيه تحريف وفيه أحاديث التقية التي تنسجم مع دين سقيفة بني ساعد وفيه وفيه وهناك خلل واضح حتى في التعابير في نقل الحديث وما رد ذلك إلى الرواة إلى الذين نقلوا الحديث وأثبتوه في هذا الكتاب الفقه الرضوي ما هو بكتاب معصوم ولا هو بكتاب كتبه الإمام الرضا بخط يده ووصلت النسخة التي كتبها بخط يده إلينا هذه أحاديث إمامنا الرضا ربما كتبها كتب بعضها لكن النسخة التي كتبها الإمام أتحدث عن نسخ الأحاديث لكن النسخة التي كتبها الإمام بخط يده لم تصل إلينا ولم يرها أحد هناك كلام عن أن بعض العلماء رأى النسخة التي كتبها الإمام بخط يده لا نملك دليلا على ذلك هذا كتاب حديث تناقلته أيدي علماء الشيعة هو كبقية كتب الحديث فيه التصحيف فيه التحريف فيه الخلط والخبط فيه أحاديث المدارات وفيه أحاديث التقية وفيه خلل الرواق وهذه الأحوال والشؤون موجودة في كل كتب الحديث من الكهف إلى سائر كتبنا الحديثية الأخرى وبالمناسبة لا تتخيل أن كتب السنة هي أحسن من كتبنا حال كتب السنة أسوأ من كتبنا بكثير هم يكذبون ويدعون من أنهم قد تناولوا هذه الكتب مناولة من أصحابها الأصليين التحريف والتزوير في كتبهم أكثر بكثير مما هو في كتبنا كتبنا تعاني من التصحيف والتحريف والخلل في النقل والخلل في الكتابة والاستنساخ هذه الأمور جارية على كل كتبنا من الكافي إلى سائر الكتب الأخرى لكن التدقيق والتحقيق يوصلنا إلى النتائج الصحيحة من خلال المقارنات ومن خلال قواعد التفهيم التي وضعها لنا أئمتنا ومن خلال الترابط والتواثق فيما فيما نصوص الكتاب الكريم ونصوص الأحاديث ونصوص الأدعية والزيارات الشريفة فإذا كان الفقه الرضوي كتاب الشلمغاني التكليف هذا أولاً وإذا كان قد حرفه هذا ثانياً فإننا نتعامل مع كتابه مثل ما نتعامل مع كتب بني فضال بحسب القاعدة التي وضعها لنا إمامنا الحسن العسكري وطبقها على الكتاب نفسه على كتاب الشلمغاني الحسين ابن روح النائب الخاص الثالث إذن لا بد أن نميز ما في هذا الكتاب مما هو من الحق أو مما هو من الباطل وهذا يتحقق من خلال العرض على الكتاب الكريم هذا التشهد يشتمل على أكثر من شهادة هناك الشهادة التوحيدية وهناك الشهادة النبوية وهناك الشهادة الولوية نسبة إلى الولاية إذن شهادة التوحيد وشهادة النبوة وشهادة الرسالة هذا الكتاب كتاب الشلمغاني كما يقولون أنا لا أقول من أن الكتاب كتاب الشلمغاني وإنما أجار ما يقولون فهذا كتاب الشلمغاني وفيه حق وباطل إنني أقبل كلامه على الأقل في حدود هذه الحلقة هذا كتاب الشلمغاني وفيه حق وباطل الحسين بن روح أعطانا هذه القاعدة أن نأخذ ما روى ما روى الشلمغاني وأن نذر ما رأى رأيه اللعين له لعنة الله عليه أما ما نقله عن أئمتنا فهو حق وهو لنا نحن شيعتهم نحن أولى بما جاء عنهم صلوات الله عليه هذا التشهد لا توجد فيه علامة على أن الشلمغانية قد اصطنعه قد افتراه قد كذبه ومع ذلك فإنهم يثيرون الشك عليه ويثيرون الشك فيه كيف نتخلص من هذا الشك بعرض هذا التشهد على الكتاب الكريم إذا ما ذهبنا إلى سورة المعارج وإلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون هناك حالة قيام بشهاداتهم هذه الشهادات أضيفت إلى الضمير إليهم ولم تقل ولم تقل الآية والذين هم بالشهادات قائمون ربما ربما ينصرف الذهن إلى الشهادات في المحاكم والذين هم والذين هم بالشهادات قائمون وإن كان الكلام لا يحتمل ذلك بقرينة قائمون إنها صيغة فاعل التي تدل على التلبس المستمر في الحاضر والمستقبل وهناك استمرارية تواصل ما بين الحاضر والمستقبل مثلما في الآية التي قبلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون راعون جمع لراع لراع إنها صيغة فاعل رعاية مستمرة في الحاضر تتواصل باستمرار إلى المستقبل فنحن لا نستطيع أن نتصور أن أحدا يكون راعيا لعهده فيأتي مقطع زماني تنقطع هذه الرعاية ومع ذلك يكون موصوفا بأنه راع لعهده لا يمكن هذا والذين هم لأماناتهم رعاية الأمانة تكون مستمرة في حاضر الوقت وقادمه مع تواصل وترابط والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وكذلك والذين هم على صلاتهم يحافظون هذا فعل مضارع الفعل المضارع يأتي يأتي بدلالة الحاضر المتواصل مع المستقبل والذين هم على صلاتهم يحافظون يمكننا أن نقول هكذا والذين هم على صلاتهم محافظون صيغة فاعل والذين هم على صلاتهم محافظون هم حافظون لصلاتهم في الحاضر وفي المستقبل معنية مستديمة للمحافظة على الصلوات الحال هو هو والذين هم بشهاداتهم قائمون مثلما في الآية والذين هم على صلاتهم إنها الصلوات الواجبة ولذلك نسبت إليهم والذين هم على صلاتهم الآية لا تتحدث عن الصلوات المندوبة إذا أردنا أن ندخل الصلوات المندوبة هنا تبعا يكون الدخول تبعا تفرعا لأن هذا الإطلاق حينما أقول صلاتي إنها الواجبة صلاته إنها الواجبة هذه الصلوات الواجبة والذين هم على صلاتهم يحافظون على صلواتهم الواجبة المندوبة تأتي تبعا الآية في دلالتها الحقيقية الأصلية والذين هم على صلاتهم الواجبة إنها إنها الصلوات اليومية وما يكون واجبا لكن الحديث الأعمة والأشمل والأكمل هو عن الصلوات اليومية والذين هم على صلاتهم إنها الصلاة الواجبة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إنها أمانة ترتبط بهم عهد يرتبط بهم بحيث يميزه يشخصه الكلام هو هو في الآية والذين هم بشهاداتهم قائمون هناك شهادات تميزهم تشخصهم الشهادات في المعاكم لا تميزنا ولا تشخصنا هذه شهادات مميزة لنا إنها الشهادة الأولى والثانية والثالثة تطابق واضح فيما بين صيغة التشهد وبين ما جاء في الكتاب الكريم أئمتنا هكذا قالوا لنا قالوا لنا إذا كنتم في حالة شك فاعرضوا الحديث على القرآن ما قالوا لنا أعرضوا الحديث على علم الرجال قالوا لنا أعرضوا الحديث على القرآن أئمتنا لا يعبؤون بعلم الرجال ولم يأمرون أن نعود إلى علم الرجال أمرون أن نعود إلى قرآنهم وحديثهم ماذا نقرأ في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانية وعشرين للهجرة الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والثمانين باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث الثاني بسنده بسند الكوليني عن ابن أبي يعفور وهو شخصية شيعية معروفة عبد الله ابن أبي يعفور عبد الله ابن أبي يعفور في مجلس الإمام الصادق يسأله هو يقول سألت أبا عبد الله سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به فابن أبي يعفور ناظر إلى الراوي إلى الرجل إلى الذي ينقل الحديث يقول سألت الإمام الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ماذا قال الإمام إذا ورد عليكم حديث مثل ما ورد علينا في كتاب الفقه الرضوي إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله هأني وجدت له شاهدا من كتاب الله إنها العاية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة المعارج إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أو لا به أكنتم تثقون به أم كنتم لا تثقون به لأن ابن أبي يعفر هكذا قال للإمام يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به الإمام ما قال له خذ برواية من تثقون به وتركوا رواية من لا تثقون به ما قال هكذا الإمام هكذا قال إذا ورد عليكم حديث بغض النظر عن أن الذي رواه نثق به أو لا نثق به إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله إذا طابق كتاب الله انتهى الأمر فإن لم يطابق كتاب الله طابق أحاديثهم المعروفة الثابتة فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله من الأقوال الثابتة الواضحة وإلا فالذي جاءكم به أولى به أكان موثوقا أم لم يكن موثوقا هذا منطق العترة علم الرجال أين محله من الإعراب هنا هذا منطق العترة أما علم الرجال فهو منطق المذهب الطوسي الخرع منطق الطوسيين البتريين السقيفيين الضالي منطق دين العترة هو هذا هذا هو حديث الأئمة وهذه آيات الكتاب الكريم في سورة الحجرات وهذه الآية سأعود إليها لكنني سأمر عليها مرورا سريعا إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الخطاب للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية ما قالت إن جاءكم فاسق فلا تقبلوا خبره قلت فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كيف نتبين أن نعرض على القرآن فإن لم نستطع أن نجد دليلا من القرآن فإننا نعرض على أحاديثهم الثابتة المعروفة فإذا جاء الحديث مطابقا للقرآن أو مطابقا لأحاديثهم الثابتة المعروفة لدينا فإننا نأخذ الحديث نرتب الأثر عليه نرتب الأثر العقائدية الأثر التفسيرية الأثر الفتوائية نرتب كل الآثار التي ترتبط بمضمون ذلك الحديث الطوسيون ماذا يقولون يقولون إن الآية هكذا تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فاتركوا خبره الآية لا تقول هكذا الشيطان أعمى بصائركم الشيطان أعمى بصائركم هكذا يعلمونهم في حوزة النجف وكربلاء من أن الفاسق إذا جاءكم بخبر فارفضوا خبره لماذا حتى تعودوا إلى علم الرجال لتشخيص الثقات كي تقبلوا أخباره الآية لا دلالة فيها على أن نعمل بأخبار الثقات سأعود إليها في قادم الحلقات وسأشرحها لكم بالتفصيل الآية واضحة إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين سقط علم الرجال هذا الفاسق بتقييم الله الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا الفاسق بتقييم الله سبحانه وتعالى فاسق حقيقي ومع ذلك فإن الله يقول لنا لا تكذبوا خبرا لا تردوا خبرا لا ترفضوا خبرا لا تتركوا خبرا عليكم أن تتبينوا أن تتأكدوا أن تتحققوا كيف نتحقق إننا نعرض الحديث على الكتاب الكريم هذه قاعدة المعلومات التي وجهنا إليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد عرضت صيغة التشهد على الكتاب الكريم رجاء أعرض لنا الوثيقة رقم 13 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بطريتي وضلالي الواعلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاشق بنبأ فتبينوا أم تصيبوا قوما إلى آخر الآية كأن الآية تقول لي إذا واحد فاشق يجي ينقلك خبار لا تأخذ خبار لأن هذا فاشق معناه إذا واحد يجيك عادل مفاشق أخذ خبار هذا فهم النجف للآية الوائلي حينما ينقل لكم معنى الآية هذا فهم النجف أناس سلب الله بصيرته الآية واضحة الآية لا تقول ردوا خبار الفاسق الآية لم تتحدث عن الثقاط الآية تحدثت عن الفساق قالت تبينوا لا ترفضوا أخباره سقط علم الرجال لأنه علم شيطاني ما الحاجة إليه إذا كان القرآن يقول لنا أخبار الفساق لا ترفضها ولكن تأكدوا من صحتها وبيّنوا لنا كيف نتأكد من صحتها رجاء رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يعرفوا ضلال الذين يعلمونهم الوائل هكذا يحهم القرآن المشكلة ليست من المشكلة من المراجع الكبار في النجاة هو يردد كلامهم أناس سلب الله بصيرتهم الوائل والذين تعلم منهم الآية صريحة إن جاءكم فاسق بنبأ ما قالت فردوه أو كذبوه قالت فتبين سقط حلم الرجاء تهوى وانتعى ولا يوجد كلام عن الثقات سيقولون لكم هناك مفهوم للآية لا دليل على أن الآية لها مفهوم وإذا كان لها مفهوم فإن المنطوق يقدم على المفهوم حجية المنطوق تقدم على حجية المفهوم لماذا تؤخرون المنطوق وتعملون بالمفهوم شغلكم كل غلط كل بالمقلوب يا مراجع النجاة حوزة طايا حظة علم أصول طايا حظة تفسير طايا حظة منهج طايا حظة لأن المذهب اللي أنتم عليه المذهب الطوسي مذهب طايا حظة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاشق بنبأ فتبينوا أم تصيبوا قوما إلى آخر الآية كأن الآية تقول لي إذا واحد فاشق يجي ينقلك خبار لا تاخذ خبار لأن هذا فاشق معناه إذا واحد يجيك عادل مو فاشق أخذ خبار فهذا الكتاب إن كان لش المغاني بينت لكم كيف نتعامل معه إن لم يكن لش المغاني وإنما لكاتب مجهول المجهول أفضل من الفاسق لأن المجهول قد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا قد يكون عادلا وصالحا وفي أعلى درجات الإيمان وفي أعلى درجات العلم فهذا الكتاب الفقه الرضوي إن كان لش المغاني فقد بينت لكم كيف نتعامل معه وهذه الصيغة تأتي منسجمة مع الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة المعارج إن لم يكن لش المغاني لمجهول وهو قول من الأقوال أيضا بخصوص هذا الكتاب المجهول أعم من الفاسق قد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا ومع ذلك فإننا نحتمله أنه فاسق وحينئذ نعرض الحديث على الكتاب فيأتي الحديث متطابقا مع الكتاب ويأتي الحديث أيضا متطابقا مع نصوص كثيرة تتحدث عن الشهادة الثالثة لا أريد أن أخوض في الموضوع بكل تفاصيل لكن صورة باتت واضحة لديكم نذهب إلى فاصل يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لمن امتحنك صابرا وزعمنا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتا به وصي فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاك فقد آذا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك بضعة من وروحه التي بين جنبين أقرأ عليكم من الجزء الثالث من الكهف الشريف وهذه الطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 324 رقم الباب 196 الحديث الثاني بسنده بسند الكلين عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر صلوات الله عليه قال قلت لأبي جعفر أي شيء أقول في التشهد والقنوط قال قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت والمعنى واحد قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لو كان محددا لهلك الناس الإمام الباقر يشير إلى زمانه الذي كان زمانا تقية شديدة فإن الأئمة لم يحددوا صيغة معينة لشيعتهم وإنما علموهم العديد من الصياخ لأجل أن لا يراقبوا ويشخصوا ويعرفوا أنهم من شيعتهم فتجري عليهم الويلات ولذا في رواية من الروايات إنه الحديث الأول في الباب نفسه بكر بن حبيب نفسه يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه عن التشهد فماذا يقول له الإمام إذا حمدت الله أجزأ عنك فقط تقول الحمد لله هذا هو التشهد الحمد لله صيغ التشهد كثيرة وقسم منها بلسان التقية مثل ما جاء في هذه الرواية السائل يسأل الباقر صلوات الله عليه عن صيغة تشهد للصلاة الواجبة الإمام يقول له إذا حمدت الله أجزأ عنك فقط الحمد لله بعد أن تكمل السجدة الثانية من الركعة الثانية وتقعد للتشهد تقول الحمد لله ثم تقول بحسب هذه الرواية وهذه الصيغة مجزية بشروط زمانها ومكانها إنها من أحاديث التقية الحديث الثالث في الباب نفسه بسنده عن سورة ابن كليب قال سألت أبا جعفر سأل الباقر صلوات الله عليه عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان من دون الصلاة على محمد وآل محمد وهذا يتوافق مع الاتجاهات المخالفة الأخرى فهذه صيغة للتشهد الشهادتان فقط لكنها بلسان التقية ما جاء من صيغة للتشهد الشهادتان مع الصلاة على محمد وآل محمد هي من صيغ التقية أيضا إنها توافق الشوافع توافق الشوافع والذين سبقوهم على نفس هذا الاتجاه إنها توافق المخالفين لكن الطوسية اختارها لأنها هي فتوى الشافع اختارها وبقيت مختارة إلى يومنا هذا وبعد ذلك يخرجون علينا يتحدثون عن التوقيفية في صيغ الصلاة وصيغ التشهد هؤلاء إما حمير وهم كذلك وإما شياطي يريدون أن يخدعوكم فهم عارفون أنهم على المذهب الطوسي وما هم على دين العترة الطاهرة وهم كافرون بدين العترة الطاهرة ويضحكون عليكم أنا لا أعتقد ذلك إنهم حمير حمير لا علم لهم بأحاديث أهل البيت ولا فقه لهم بدين العترة الطاهرة حمير طوسيون يقلد بعضهم بعضا وفي الآخر بأجمعهم يقلدون الطوسي الذي هو يقلد الشافع ولذا أنتم شوافع وصلاتكم شافعية من هنا فإن الإمام الباخرة يقول لبكر بن حبيب قل بأحسن ما علمت وأحسن ما علمنا ما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو أحسن ما علمنا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير إذن أحسن أحسن ما علمنا بيعة الغدير بدلالة القرآن وفي الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا هنا صار إسلامنا إسلاما بماذا بالتوحيد أبدا بالرسالة أبدا بالقرآن أبدا ببيعة الغدير ما هي هذه آيات بيعة الغدير فصار إسلامنا إسلاما ببيعة الغدير هذا هو أحسن ما علمنا أي شيء أقول في التشهد والقنوط قال قل بأحسن ما علمت بأحسن ما علمت أحسن ما علمنا وأحسن ما علمنا بيعة الغدير ألا أخبركم بالسعيد حق السعيد كل السعيد رسول الله هو الذي يخاطبنا منوالا علي هو هذا السعيد كل السعيد حق السعيد الذي يوالي علي الذي يوالي علي كيف يقبل عقله ويقبل قلبه أن يعتقد أن ذكر علي يبطل صلاته هل هذا شيعي ذكر علي يبطل الصلاة حتى لو لم ترد روايات وأحاديث مثلما قرأت عليكم من الفقه الرضوي عن إمامنا الرضا فإن الحديث هنا قل بأحسن ما علمت بأحسن ما علمت يجعلنا وجوبا الإمام يقول قل بأحسن ما علمت إنه يصدر أمرا قل بأحسن ما علمت عليك أن تفحص عن أحسن ما علمت في دينك وأن تقوله في تشاهدك ما هو أحسن ما علمناه في ديننا إمامنا السجاد يقول لنا الله الله في دينكم لماذا يا ابن رسول الله 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 في دينكم لماذا يا ابن الحسين يقول فإن السيئة في في دينكم خير من الحسن في غيره عجيب هذا عجيب هذا ابن رسول الله 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 في دينكم لماذا يا زين العباد فإن السيئة فيه خير من الحسن في غيره لماذا يا ابن رسول الله لأن السيئة فيه تغفر ولأن الحسن في غيره لا تنفع الإمام يشير إلى هذه القاعدة العقائدية التي هي روح ديننا وعقيدتنا حب علي حسنة لا تضر معها مع هذه الحسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة هذا هذا هو الذي يشير إليه إمامنا السجاد صلوات الله عليه الله الله في دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره ما قال الله الله في مذهبكم الله الله في دينكم لأن آل محمد ليس عندهم مذهب مراجع النجف وكربلا عندهم مذهب إنه المذهب الطهسي الضال الخرئ الخذر النجس اللعين هكذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئتين إنه الحديث التاسع والأربعون بعد المئة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أذهب إلى موطن الحاجة يسألون رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي سؤال مهم يسألون رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي ماذا قال رسول الله قال من قذر نفسه هذه المصطلحات التي أتحدث بها وأصف بها المذهب الطوسي وحوزته ومراجعه إنني أأتي بها من أحاديثهم وليس من عندي ولا من بيت خالتي أو بيت عمتي هذه أحاديثهم كلماتهم مصطلحاتهم فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي قال صلى الله عليه وآله من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات ما هي المحرمات ألعن المحرمات ألعن المحرمات أن نعمل بما أنتجه لنا النواصب أن نتعلم علم النواصب وأن نعمل به ألعن المحرمات لأن حوزة النجفي إذا أرادت أن تحدثكم عن المحرمات تحدثكم عن لحم الخنزير مثلا قطعا لحم الخنزير من المحرمات ولكن أين يكون بالقياس إلى أخذ العلم والفقه من النواصب لا وجه للمقايسة في الحرمة هنا الحرمة كل الحرمة في أن نأخذ من العيون الكدرة القذرة من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات ظلمهم في اتجاه ولايته مثل ما يفعلون معنا الآن الظلم مراتب لكن أقبح الظلم أن يكون ظلما لأجل ولاء إمام زماننا ومن شيعي لشيعي هذا أقبح الظلم وإلا فالظلم أنواعه كثيرة لكن النبي قطعا وهو في هذا المقام ويتحدث عن الداخلين إلى جهنم من محبيه ومحبي علي لأن الأئمة أخبرونا في يوم القيامة إذا كان فيما بيننا وبين الناس من ظلم إنهم يعطونهم إلى حد الرضا أكانوا من الشيعة أم كانوا من غيره وهذا موضوع مفصل في الروايات والأحاديث لكن القذارة هذه لا مجال للتسامح معها لأن القذارة هذه ستغير الإنسان تكوينا وهذا وهذا ما ستبينه الرواية لنا من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات وواقع المحرمات في الجانب العقائدي وخالف ما رسم له من الشرعيات في الجانب الفتوائي جاء يوم القيامة قذرا طفسا الطفاسة ألعن من القذارة القذر قد يتقدر منه الآخرون لكنه لا يتقدر من نفسه لا يشعر بقذارته أما الطفس فهو الذي يتقدر منه الآخرون يقبحونه وهو أيضا يشعر بطفاسته بقذارته المتراكمة الطفس أقذر من القذر جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس تكوينا تكوينا وليس تشريعا أنت قذر طفس هو خالف شرعهم في الدنيا تكوينا ومحمد واتجه إلى العيون الكدرة القذرة فصار قذرا طفسا يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار إلى آخر الرواية لا تصلح تكوينيا لو كانت القضية شرعية لدخل في الشفاعة فإن الشفاعة كما يقول رسول الله لأهل الكبائر من أمتي هذه القضية تتجاوز الكبائر هذه قضية العقيدة الكبائر تأتي هنا في الحاشية فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي يا رسول الله قال من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات محرمات العقيدة وظلم المؤمنين والمؤمنات في جانب العقيدة وخالف ما رسما له من الشرعيات إذا اختلت العقيدة اختلت الفتاوى والأحكام وخالف ما رسما له من الشرعيات مثل ما يجري عليكم الآن أن تعتقدوا أن صلاتكم تكون باطلة بذكر علي مصدق واضح على هذا الذي تتحدث عنه الرواية الشريفة يا أيها القذرون الطفسون إذا كنتم على دين القذرين الطفسين من آيات الشيطان العظمى من مراجع المذهب الطوسي القذر النجس وخالف ما رسما له من الشرعيات ما رسما محمد وعلي جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي تلاحظون التركيز على ذكرهما معا ليس هناك من انفكاك الذين يفككون بينهما في كل مقام من المقامات ما هذا مقام اللفظي في التشهد التفكيك بينهما في المقامات هي هذه القذارة والطفاسة التي تتحدث هذه الرواية عنها يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس أنت أنت يا آية الشيطان العظمى أنت أنت الذي تصدر الفتاوى لا ندري من أين تصدرها يا أيها المرجع العظيم من أي فتحة تخرج فتاواك هذه التي تقول من أن الصلاة تكون باطلة إذا ما زينت بذكر أمير المؤمنين ألا لعنة على فتاواك ألا لعنة على مذهبك القذر ألا لعنة على مرجعيتك القذرة الطفسة يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار تكوينا فخذوه إلى جهنم خذوا هذا القذر الطفس خذوه إلى جهنم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر عردت بين أيديكم مثالا وجيزا ومختصرا من فقه دين العترة الطاهرة يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي وإلى الحلقات المختصة بموضوع الشهادة الثالثة إن كان ذلك في الأذان أو في الإقامة أو في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة أو في سائر المواطن الأخرى يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على التحقيق والتدقيق والتفصيل الأكثر ما عردته بين أيديكم في الحلقة الماضية وما أتممته في هذه الحلقة ما هو إلا أنموذج إنه أنموذج مصغر ومبسط ومسهل لشيء من ثقافة دين العترة الطاهرة بعيدا عن أوساخ الطوسيين وقذاراتهم ونجاساتهم الحوزوية أنتنا أنتنا منهج جايف 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 وخايس هذا هو منهج الحوزة الطوسية إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة أتمنى عليكم أن تقوم بعملية مقارنة ما بين الذي عرضته لكم من ثقافة ودين العترة الطاهرة وما بين قذارات مراجع المذهب الطوسي فقد عرضت بين أيديكم ما عرضت من قذاراتهم وسخفهم وسفاهتهم ولا أملك ألفاظا أخرى أتحدث فيها عن مدى قبحهم وعن مدى حقارتهم إنما أصفهم بهذه الأوصاف لأنهم يعرفون أين منابع دين العترة الطاهرة وينكرون تلك المنابع ويحاربونها ويدوسون عليها بأرجلهم ويتمسكون بقذارات السقيفتين بقذارات السقيفة بني ساعدة وقذارات السقيفة بني طوسي صلوات على محمد وآل محمد وتف على طوسي وآل طوسي وصلت الآن معكم إلى عنوان جديد أريد أن أبدأ به في هذه اللحظة كي أعرض ما أستطيع أن أعرض منه فيما بقي من وقت الحلقة تتمة الكلام تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم خد العنوان السابق الذي تم ما الكلام فيه صور من الواقع الشيعي الطوسي المعاصر في حرب في حربهم على الشهادة الثالثة بطريقة مقنعة بطريقة مبطنة بطريقة شيطانية خبيثة هذا هو شأن مراجع النجف وكربلاء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حيث أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجف وإلى يومنا هذا هذا العنوان المتقدم تم الكلام فيه بعد أن عرضت لكم أنموذجا من ثقافتي وفقهي دين العترة الطاهرة بعيدا عن قذاراتي ونجاساتي المذهب الطوسي النجسي الحقيري الوسخ الخرق العنوان الجديد الذي أريد أن أضعه بين أيديكم صور من كواليس مسرح الشهادة الثالثة صور من كواليس من الكواليس الكواليس هي الأمكنة والغرف والمساحات التي تقع خلف المسرح هذه هي الكواليس تقع على جانبي المسرح تقع فوق المسرح خلف المسرح وربما في سرداب تحت المسرح هذه هي الكواليس الكواليس الأمكنة التي تجري فيها الوقائع والأحداث التي لا يراها المشاهدون وإنما أصحاب الشأن يعرفونها فالكواليس هي الأمكنة التي تكون مضافة إلى المسرح ويجري ما يجري فيها من تفاصيل الأحداث التي تقع خلف ما يعرض على خشبة المسرح هذه هي الكواليس فهذا العنوان صور من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي سأعرض لكم نماذج من هذه الصور والتي قد ترتبط بنحو مباشر بموضوع الشهادة الثالثة وقد ترتبط بنحو غير مباشر لكنها تجري في كواليس مسرح الشهادة الثالثة نذهب إلى أفاصل ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 أصورة الأولى من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي هذه أصورة وضعتها بين أيديكم في الحلقات الماضية إنها الكارثة الكارثة التي اصطنعها العباسيون مع السلاجقة مع زعماء الشيعة مع الطوسي وعدنان الذي كان يلقب بالشريف المرتضى هو ابن الشريف الرضي كان نقيبا للعلويين في بغداد لا أريد لا أريد أن أعيد الكلام في تفاصيلها إنما أقول لكم إذا أردنا أن نتفحص المشهد كله بحسب ما جاء مذكورا في كتب التأريخ بعض لقطات هذا المشهد جاء مذكورا في كتبنا الشيعية وقسم منها جاء مذكورا في الكتب السنية وحينما نجمع بين اللقطات هذه تتكامل الصورة لكن أسئلة ذكية تطرح نفسها ومثل ما بيّنت لكم في الحلقات الماضية من أن الأسئلة الذكية حينما تطرح نفسها إنها تحمل الإجابات ضمنا في طواياها في طوايا تلك الأسئلة إنما ينطلق السؤال الذكي لأن السائل بذكائه تلمس الحقيقة في زاوية قد أخفيت قد ألغيت وهنا يأتي السؤال الذكي كي يجيب عن ذلك اللغز الخفي الطوسي لم يتعرض لأذان حينما كان في بغداد لم يتعرض لأذان ولم يتعرض لأذان حينما كان في النجة غاية الأمر أحرقوا كتبه وهذا أمر كان يريده لأنه يريد أن يبدأ من البداية الطوسي لقب بشيخ الطائفة وصار لقبا مقدسا حينما انتقل إلى النجة الطوسي حينما كان في بغداد لم يكن مقدسا مثلما صار مقدسا حينما انتقل إلى النجة الطوسي حينما كان في بغداد العباسيون هم الذين رفعوا شأنه وإلا فإنه جاء إلى بغداد وهو رجل مغمور كما يقال مجهول فدرس عند الشوافع ودرس عند المفيد ولم يكن مشخصا أيام المفيد لذا حاول أن يظهر على السطح حينما تصدى لشرح الرسالة العملية للشيخ المفيد في كتابه تهذيب الأحكام إنه أراد أن يظهر على السطح فهذه الرسالة العملية للمرجع الأعلى في وقته للمفيد ولما مات المفيد التحق بالشريف المرتضى ولم يكن ذا شأن وإنما قربه الشريف المرتضى من العباسيين فحينما مات الشريف المرتضى وصار مرجعا من بعده القضية واضحة لماذا صار الطوسي مرجعا من بعد الشريف المرتضى هل لمنزلته العلمية هناك شخصيات أخرى القضية أرادها أن تكون قائم بأمر بأمر الله العباسي الخليفة العباسي سيده على علماء السنة والشيعة وهو أمر غريب غريب جدا شيعي يسيد على علماء السنة في بغداد أمر غريب مثلما يستغرب الشوافع في كتبهم من الطوسي حيث يقولون إنه شافعي وصار رئيسا للإمامي غريب هذا الطوسي اللغز وألغاز نحتاج إلى تفكيكها الصورة الأهم التي أردت أن أشير إليها إنهم يظهرون الطوسي في كتبنا على أنه مظلوم على أن الحكومة العباسية على أن السلاجقة يريدون القضاء عليه لماذا لم يقضوا عليه لماذا لم يتعرض إلى أذن لماذا لم يتعرض هو ولا عائلته إلى أذن لماذا قتل السلاجقة بعض علماء الشيعة في بغداد والذين لم يكونوا معروفين بأنهم على ارتباط بالطوسي العالم الشيعي الذي يلقب بالجلاب لماذا قتلوه وعلقوه على باب دكانه لم يكن مرتبطا بالطوسي يأخذ الأموال منه كان يعمل في دكانه وكان عالما من علماء الشيعة لماذا قتلوه وعلقوا جثته أمام باب دكانه لماذا ولماذا أنا لا أجد وقتا كي أثير أسئلة الذكية والذكية جدا بخصوص الكثير من التفاصيل الصورة التي أريد الإشارة إليها هي من صور الكواليس أظهر لنا الطوسية وكأنه مظلوم وكأن العباسيين يريدون القضاء عليه لماذا يريدون القضاء عليه وهم الذين سيدوه على علماء السنة والشيعة ولم يصدر منه شيء يثير هم عليه حتى إذا كان عوام السنة في بغداد ثاروا على الطوسي ليس بتخطيط مسبق من الطوسي ومن العباسيين هذه الأمور تحدث لكن الطوسي والعباسيين وظفوا تلك الأحداث لم يجري أي أذن على الطوسي ولا على عائلته لا في بغداد ولا في النجف إلى أن مات الطوسي وجاء ولده من بعده واستمرت مرجعيته إلى ما يقرب من ستين سنة ولم يتعرض لأذن ومات ولده وجاء حفيده من ولده وبقي مرجعا إلى سنة خمسمية وأربعين للهجرة ولم يتعرض لأذن كانت الأموال تحمل إليه وقد قرأت ما قرأت عليكم بخصوصه من كتب المخالفين لم يرد له ذكر في كتب الشيعة ومن بعده جاء حفيد ابنته إنه علي ابن حمزة من آل شهريار من آل الخازن هذا حفيد بنت الطوسي صار مرجعا وبقي مرجعا إلى سنة خمسمية وثلاثة وسبعين حيث توفي ولم يتعرض لأذن وهذه الفترة لم تتعرض فيها النجف لأي أذن لماذا لماذا هذه أسئلة واضحة لقد لقد هيأوا الأرضية لنشوء هذا المذهب القذر الموضوع واسع وعريض الحلقات الحلقات الماضية حدثتكم عن كثير من شؤونه وتفاصيله ولازلت أحدثكم إلى الآن وإلى هذه اللحظة إنني ما غطيت الكثير من شؤونه غطيت بعضا يسيرا من شؤونه الموضوع كبير وكبير جدا بأهمية بيعة الغدير بقدسية محمد وآل محمد بعظمة إسلامنا وبطيلة القرون منذ سنة 448 وإلى الآن كل شيء جرى خفيا في الكواليس إنها خدعة كبيرة كبيرة جدا ثمارها أنصار الشيعة حميرا ديخيين عجلوا لنا عجلوا لنا عجلوا لنا بالوثيقة الديخية لنا مرد أجيب الأسواق واحد قال لي أزر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبا لها قال توصل أطمئنا تركبهم يعني إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نب عبارة واحد من الأعلى أخبر خمس سنة قيلة استعجب مجدها قولنا تركب يعني خلاقه أهمي شميع كما كما خلاقه أهمي جميع بغلقه كان حرف أطمئ هو عوش ديخ عربي عوش ونص عباس كنا على تفا وكلكم تعرفونا لأنه ما لتأجيب لأسمهم عربي قال تركب مثل ما تركب نعم الله ي ديخ ومش أطمئنا أنتقل بكم إلى صورة ثانية من صور كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي الخرئ إنه جعفر كاشف الغطاء الذي يقال له الشيخ الأكبر الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء وهذا هو الجزء الثالث هذه الطبعة طبعة مؤسسة بوستان مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي الطبعة الثانية 1430 هجري قمري الجمهورية الإسلامية الإيرانية جعفر كاشف الغطاء من الصفحة الثانية والأربعين بعد المئة وما بعدها يتحدث عن فصول الأذان والإقامة وما يرتبط بذكر الشهادة الثالثة الكلام طويل في تفاصيل الأذان والإقامة في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئة ثم قول وإن علي ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة ما تقل لي وين الشبهة صاهرة وين الشبهة صاهرة يا جعفر أنت تقول يقول أنا كانوا يقول لي جعفر وبعدين وبعدين صرت مولة جعفر وبعدين صرت شيخ جعفر وبعدين صرت الشيخ الأكبر الشيخ الكبير جعفر الكبير الشبهة الشبهة وين يا جعفر حين ما نقول أشهد أن علي ولي الله هذه الشبهة لا هي في الأذان ولا هي في الشهادة الثالثة هذه الشبهة في عقلك وقلبك يا جعفر ثم قول وين علي ولي الله مع ترك لفظ أشهد أشهد أبعد عن الشبهة ولو قيل بعد ذكر رسول الله يعني بعد أن نقول في الأذان أشهد أن محمد رسول الله قطعا في المرة الثانية ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيدا عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والإحترام ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان لماذا كل هذا ما هي القضية واضحة أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي أمير المؤمنين هكذا ورد في الأحاديث والروايات بس هي الدودة الدودة هذه دودة المراجل حرب على الشهادة الثالثة بصيغة مقنعة بصيغة مبطنة بأسلوب شيطاني خبيث يعطيك من طرف اللسان حلاوة كما يقول صالح ابن عبد القدوس في بائيته المعروفة بالقصيدة الزينبية يعطيك يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب بالضبط هذا البيت ينطبق على هذا المنطق يعطيك كلاما جميلا لكنه في الحقيقة يبطنه بخبث عميق ثم قول وإن علي ولي الله هكذا جاء مكتوبا وإن علي قد تكون وإن علي وقد تكون وأن علي بحسب موضعها في الجملة ثم قول وإن علي ولي الله مع ترك لفظي أشهد أبعد عن الشبهة ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيدا عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والإحترام من أين يأتي هذا الإيهام ومن أين تأتي هذه الشبهة يا جعيفر هذا الوهم وهذه الشبهات في عقلك في عقلك الطوسي في دينك الطوسي هذه هي الحقيقة حينما كنت طوسيا وأقرأ هذا الكلام أستشعر خبثه لكنني ماذا أصنع فإنني طوسي لابد أن أصنع له رقعة وإني لخبير بصناعة الرقاع الطوسية خبير جدا إنني وإنني لخبير جدا بصناعة الرقع الطوسية هذه الشبهة والإهام تأتي من مبنى موجود في أذهانهم في أذهان المراجع الطوسيين من أنه في زمان رسول الله لم يؤذن بالشهادة الثالثة مع وجود روايات لكنها ليست في كتبنا وإنما نقلت من كتب المخالفين هذه الروايات نقلها من نقلها من علماء الشيعة من أنه في بعض كتب المخالفين وتلك الكتب ليست موجودة الآن في بعض كتبهم ورد أن الأذان بعد الغدير اجتمل على الشهادة الثالثة بعد الغدير وبغض النظر عن كل هذا قد لا نملك دليلا واضحا يثبت هذا الأمر لكنني بينت لكم في برامجي هناك مرحلة التنزيل نسخت مرحلة التنزيل نسخت وجاءت مرحلة التأويل الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة وجزء من التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة في مرحلة التأويل لأن مرحلة التأويل بدأت بعد يوم الغدير ومرحلة التنزيل نسخت نسختها مرحلة التأويل ولذا فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين وهذا الكلام موجود في كتبنا الشيعية وفي الكتب السنية يا علي ستقاتلهم ستقاتل المسلمين ستقاتل الأمة هذه التي تقول من أنها أمة النبي ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل النبي قاتل على التنزيل قاتل على الدين كله وليس على القرآن فقط التأويل هنا ليس تفسيرا للقرآن إنها مرحلة الدين ما بعد بيعة الغدير ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل النبي في مرحلة التنزيل لم يقاتلهم على القرآن فقط قاتلهم على الدين كله الحديث هنا يجعل التأويل يقابل التنزيل إنها مرحلة جديدة فلا وجود للشبهة ولا وجود للإيهام أنا أسأل كاشف الغطاء لماذا لم تقل من أن ما ذكرته في كتابك نفسه بخصوص أحكام العبادات المالية بخصوص أحكام الخمس والزكاة ما ذكرته من أحكام عجيبة وغريبة لماذا لم تقل من أن الشبهة ستحوم في هذا المكان أقرأ عليكم من الجزء الرابع من كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء من الطبعة نفسها في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة ومنها من هذه الأحكام أنه يجوز له يجوز لمن للمجتهد يعني الشيخ جعيفر وأولاده ومن على شاكلتهم أنه يجوز له للمجتهد يجوز له جبر مانعي الحقوق يجبرهم على دفع الحقوق من أين جئت بهذا الحكم يجبرهم على دفع الخمس مع أن الإمام الحجة أباح الخمسة لشيعته زمان غيبته إلى وقت ظهوره وأما الخمس مثل ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب وبخط الإمام الحجة صلوات الله عليه وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذا وصل إلى الشيعة بخط الإمام الحجة لكنهم داسوه بأرجلهم وأحذيتهم وهذا واحد منهم أنه يجوز للمجتهدي جبر مانعي الحقوق يجبرهم ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجنت يجيب الشرطة والأمن على الشيعة حتى يأخذ الأخماس منهم منين جبت هذا الحكم منين طلعت من فوق من جو هو هذا كشف الغطاء عن مبامات الشريعة الغراء هذه مبامات أي غطاء هذا الذي كشفته النجفيين يصنفون على شيخ علي كاشف الغطاء كانوا يسمون كاشف اللحاف أنه يجوز له للمشتهد يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل المرجع إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند يستعين بالظلم لأخذ الأموال وأخذ الأخماس من الشيعة متى تعامل أئمتنا بهذه الطريقة هذا يذكرنا بالطقوس الوثنية للسيستاني في زقاقه الشيطاني هناك باب للبوس هناك باب للفلوس طقوس لأخذ الفلوس وطقوس للبوس متى فعل الأئمة هذا كل واحد يأتينا بطقوس شيطانية خبيثة يضحك بها على الشيعة يتخفى وراءها الطوسي جاء بالذي جاء به والسيستاني في زماننا جاء بالذي جاء به وأني أحدثكم عن كاشف الغطاء عن شيخ جعفا المحمد ما يتركوها إلي ما تركوها إلي يريد يدق على الشيعة يريد يدق على الشيعة حتى يأخذ الأموال منهم بأي دليل بأي رواية هذا موطن الشبهات مو ذكر أمير المؤمنين موطن شبهات يا جعيفر يا جعيفر هذا موطن الشبهات وموطن الحرام من يين جبت هذا الدين أهل البيت ما تركوها إلي هو يريد يدق على الشيعة أهل البيت خلوه له وحده ببيته تدق بالنعال على رأسه مرتضى الشيرازي يحدثنا ليكون هذه الصلاة الكذائية رياء هسفت قصة حلوة أجت في البال ما بيش قال عنه لنضغط على أعصاب بهذا المطلب فنفرحكم أيضا بقصة لطيفة فيها عبرة الشيخ الأكبر كاشف الغطاء معروف بعد كاشف الغطاء أستاذ صاحب الجواهر شيخ الفقهاء عظيم العظماء قال الغطاء كلش كلش مهم ففقه المرجع الأعلى في زمانه مو في الورع والتقوى أيضا كان متميز جدا الشيخ كاتب الغطاء ورجل كبير السن عشان عنده زوجة من أهالي فلان منطقة ما نقول اسم المنطقة حتى لا يصير غيبة لأهل المنطقة زوجة شحنتية قوية يجي للبيوت تبسط تضربه مرجع تقليد مبتلى بزوجة طاغوتة فرعونة على أدنى شي تبسطه الرجل شائب مسكين ينبسط وتواضع ما يقول الواحد لعله شبهة أنه غيبة مثلا غيبة أن تقول فيها ما هي فيها يعني بالفعل ما يقول لواحد طبعا لجهة أخرى بس بمرور الزمان نكشف الخبر يعني الناس افتمها نائزة ويشتت بسطة فخيلي زيش تمها كل شي خبية بس ومتحمل فأجوا تلامثة أصحابه قالوا بأنه سمعنا لزوجتك تضربك وكذش واسكت فعرفوا أنه الخبر صحيح قالوا لأخو حل سهل طلقها قال لا أطلقها حل سهل طلقها قال لا أطلقها قالوا بأنه إذن اسمح لنا عدنا نساء يعني قويات بطلات حغانتيات يجون يدقوها دق يأدبوها قال لا ما أسمح قالوا أخو إنش حارفيا شنا الحج قال السبب أنا مدخرة كل جدي شوف هذا المؤمن يعني هذا العالم الرباني قال أنا أصلي في الصحن الصحن الحيدرية الشريف يجون ناس ورايا مقدسين علماء عظام يصلون فيمكن أن يأخذني بعض العجب هاي الزوجة تأدبني تقول لي أنت ما لقيمة يعني بلسان العمل أنت فدمري ضعيف فما تفتهم الشيانية عشان بدوية أو كل بدوية تبصد تدق 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 شون قيمتك أنت فلوما أرجع للبيض توازن نفس يعود إلي شبهة العجب لعله أصاب بالعجب فمدخر هاي المري يقدر يطلقها بس من منكم يتحمل سؤال أنه هو الرجل هكذا كان يربي نفسه يقول أنت ضعيف وما بكم من نعمة فمن الله الله معذي قال النعمة تحمل فما اتدخرها كي يقضع هكذا أولياء الله المهم مقتضى القاعدة النسية الظنة بأنفسنا هكذا أولياء الله نسوانهم بدقهم بالنعل هكذا هم أولياء الله يا أهل يطلع علينا يجيب أنه سالفة طاياحة عن المراجع وقال لنا هكذا هم العلماء هكذا هم المراجع كل من طلع لنا واحد يسول فينا سالفة طاياحة عن المراجع وبعدين يلزقوها يرقعوها يجيبها منا على منا وقالوا هكذا هم العلماء هذه عقوبة عقوبة هذا الخرط الموجود في كتبهم عقوبات هذه شخص من بيت الجابري يحدثني في النجف جيران أحد المراجع توفي الآن هذا المرجع عنده زوجتين وحدة إيرانية وحدة لبنانية يحرفون نجفين ما أجيب اسمهم مهم هذا يقول دائما يتعارك النسوان بيناتهم ما كل يوم ثلاثة أكو عركة ويصير مضارب بيناتهم المرجع يجي يريد يحجز بيناتهم يشبع عنها كتل هاي تغبقى منا ومرات عدن نعل بديهين مرات هاي شائلة شفشير وحدة شائلة الهطاوة وبيناتهم وحدة تضرب الثانية هكذا مراجعنا العظام هكذا وإلا فلا المراجع العظام هكذا هم مراجعنا نذهب إلى فاصل فاطمة بذي المختار رأي مشهود والنجوم اللي هي وتمين سماعها على الدار رأي مشهود فاطمة فاطمة تعذرك فاطمة فاطمة من المختار رأي مشهود والنجوم اللي هوت والنجوم من سماعها على الدار من سماعها على الدار صانع الاكبر صينع عصي ورل الاكوار ونشاء الدين صانع الاكبر صينع صلوار لالاكوار ونشاء الدين نور للخمسة سطع ومن سنة الاحسان انزع ياد تكوين وفاطمة بها المجتمع روح للوجدان عن للواحي عين وفاطمة بها المجتمع روح للوجدان أنلل لواحي عين وبثي مره الفكوين نعرف مع بودا وحن بيه من هت عيدي وبوي لهم نق ت عيدي وبهم العالم صار رعايا نشه سأعرض وثيقة على شاشة التلفزيون هي رسالة مؤلفة فيما يرتبط بالشهادة الثالثة رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي هي مؤلفة ومصنفة باللغة الفارسية صنفها الميرزا محمد الأخباري الذي قتله مراجع النجفي وكربلاء والكاظمية المرجع الأعلى في وقته شيخ موسى ابن شيخ جعفر كاشف الغطاء هو الذي أصدر الفتوى بقتله وضمن لقاتله الدخول إلى الجنة لأن الجنة لا تتخلفه وقتل الميرزا الأخباري لأجل تشيعه ليس لأمر آخر لأجل تشيعه حسدا وحقدا عليه قتلوه وقتلوا ولده حكاية مفاصلة ذكرتها في برامج السابقة يمكنكم أن تعودوا إليها هذه رسالة عنوانها رسالة الشهادة بالولاية إنها رسالة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة كتبها الميرزا محمد الأخباري رضوان الله تعالى عليه وهذه النسخة مصورة عن نسخة في مكتبة البرلمان الإيراني في مكتبة مجلس الشورى الإيراني في طهران رجاء اعرضوا لنا صورة هذه النسخة على الشاشة نبدأ بصفحة الأولى ثم الصفحة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة صفحة 11 صفحة 11 13 14 15 16 17 18 19 وهذه هي الصفحة الأخيرة وتلاحظون في الزاوية في أعلى الصفحة هذا هو ختم مكتبة مجلس مجلس الشورى البرلمان الإيراني وهي مكتبة معروفة في إيران في طهران الرسالة بحسب النسخة التي رأيتموها على الشاشة ها هي بين يدي وقد ترجمت إلى اللغة العربية وطبعت وهذه ترجمتها إنها طبعة منشورات دار الحسين الطبعة الأولى الذي ترجمها هو سبطه سبط المرزى محمد الأخبار سبطه إحسين علي السعداوي المرزى الأخباري حاول جعفر كاشف الغطاء أن يقتله لكنه ما استطاع شيخ جعفر متى توفي 1228 هجري قمري صارت المرجعية من بعد شيخ جعفر إلى ولده شيخ موسى متى قتل المرزى الأخباري سنة 1232 يعني بعد وفاة شيخ جعفر بأربع سنوات شيخ جعفر كان يحاول قتله لكنه ما استطاع فورث شيخ موسى الإجرام من أبيه فقتل المرزى الأخباري جريمة شنيعة شنيعة جدا فقتل المرزى الأخباري سنة 1232 للهجرة ما حكاية هذه الرسالة هذه الرسالة لها حكاية يحكيها المرزى الأخباري في سطور هذه الرسالة أقرأ عليكم في المقدمة بعد أن أدينا مراسم زيارته المرزى الأخباري يتحدث عن زيارة من هنا بعد أن أدينا مراسم زيارته إنه يتحدث عن الشاه الإيراني في ذلك الزمن كان القاجاريون هم الذين يحكمون إيران فتح علي شاه القاجاري كانت هناك علاقة وثيقة فيما بين فتح علي شاه القاجاري والمرزى الأخباري المرزى الأخباري يقول بعد أن أدينا مراسم زيارته زيارة فتح علي شاه القاجاري أطلعني على اللفافة التي حررها ذاك الشخص المعروف لفافة أرسل رسالة شيخ جعفر كاشف الغطاء إلى فتح علي شاه القاجار لفافة رسالة إنها رسالة كانت مطوية وهكذا كانت تبعث الرسائل إلى الملوك تطوى وتوضع في وعاء معين ثم تختم بختم خاص بعد أن أدينا مراسم زيارته أطلعني فتح علي شاه أطلع الميرزا محمد الأخباري أطلعني على اللفافة التي حررها ذاك الشخص المعروف يشير إلى شيخ جعفر الحرب كانت سجالا فيما بين جعفر كاشف الغطاء ومحمد الأخباري حكايات طويلة أطلعني على اللفافة التي حررها ذاك الشخص المعروف في أي شيء في خصوص منع الشهادة بالولاية لملك الأوصياء عليه السلام وقد استعان على هذا الأمر بالدولة القاهرة الدولة القاهرة المقصود منها الدولة العثمانية العداء كان قائما فيما بين الدولة العثمانية وبين الإيرانيين منذ زمان الصفويين وقد استعان على هذا الأمر بالدولة القاهرة فالتمس خاقان الزمان أيده الله بنصره من العبد الفقير الرد على تلك الكلمات هذه هي الحكاية جعفر كاشف الغطاء ربما يكذبها من يكذبها بالنسبة لي أنا أثق بما يكتبه الميرزا الأخباري أما جعفر كاشف الغطاء ومن معه فعلى الأقل بالنسبة لي لا أثق بهم ما أعرفه من تأريخهم وما قرأته في كتبهم وقرأت عليكم قبل قليل هو يجد الشبهة في كلمة أشهد أن علي ولي الله ولا يجد الشبهة والحرام وهو يستعين بالظالمين وبالجند لسلب الشيعة أمواله أنا لا أدري هل هو قد فعل ذلك أو لم يفعل لكنني أتحدث عن فتاواه وعن أحكامه هناك من يقول من أنه قد فعل ذلك لكنني لا أملك دليلا على هذا لذا لا أتناول هذا الموضوع أشخاص من أمثال هؤلاء يستسهلون سفك الدماء ولده موسى على منهج أبيه أصدر الفتوى بقتل المرزى الأخبار وضمن الجنة لبعض البلطجية الذين قتلوه مجموعة من البلطجية قتلوا المرزى الأخبار رضوان الله تعالى عليه ولعنة الله على قاتلي هو الذي يقول من أن جعفر كاشف الغطاء أرسل رسالة إلى فتح علي شاه القاجار يطلب منه باعتبار هو المرجع الأعلى في النجاة يطلب من فتح علي شاه القاجار أن يرفع الشهادة الثالثة من الأذان الشيعي استجابة لرغبات الدولة العثمانية في خاتمتي الرسالة الرسالة هكذا يقول المرزى الأخبار لا يخفى أن الأحاديث المستفيضة قد حثت على مخالفة أهل السنة ومنها ما ورد خذ ما خالف القوم فإن الرجد في خلافهم ومنها جملة ما خالف القوم فخذوه وما وافقهم فدعوه والشيخ يشير إلى شيخ جعفر والشيخ قد أمر بخلاف ما أمر به الأئمة المعصومون وذلك بتركه أشهد أن علي ولي الله ووافق بذلك المخالفين هربا من التشبه بالمفوضة كما يزعم وأكثر هؤلاء هم من الخلص كأمثال الكليني وكما ما قيل خرج من البئر ووقع في البالوعة يتحدث عن شيخ جعفر خرج من البئر ووقع في البالوعة وما كتبه الشيخ إلى فتح علي شاه القاجر فهو من أجل إرضاء الوزير في بغداد الوزير العثماني ودفع الكدر عن نفسه فعسى أن يكون معذورا إن شاء الله فعسى أن يكون شيخ جعفر معذورا فتح علي شاه طلب من الميرزا الأخبار أن يكتب رسالة في الرد على رسالة شيخ جعفر فكتب هذه الرسالة والتي وضعتها بين أيديكم وعرضتها عليكم قبل قليل فماذا تقولون وهذه الحقائق تترى وتتجلى وتتكشف الأمور هذه كواليس مسرح الشهادة الثالثة حرب شعواء حرب شعواء حرب شعواء من المراجع الطوسيين الحقراء على الشهادة الثالثة ولكن بأساليب مبطنة بأساليب مقنعة كل واحد منهم يختفي وراء وجه ظاهره ظاهره وديع وهو ذئب مستدئب الطوسي أزال الشهادة الثالثة من الأذان تحت يعفطة فتنة العباسيين والسلاجقة لكن في الحقيقة فتاواه هي التي أزالت الشهادة الثالثة ورفعت الشهادة الثالثة من الأذان الشيعي استناداً إلى فتاوى الطوسي فتاوى الضلال وبمساعدة العباسيين والسلاجقة الكلام هو 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 في كواليس مسرح الشهادة الثالثة عند جعفر كاشف الغطاء الميرزا الميرزا الأخبار قتلوه لأنه كان يدعوهم إلى التمسك بحديث العترة الطاهرة لأنه كان يناصر الشهادة الثالثة هذه حكايتنا هذه حكايتنا حكاية دين العترة الطاهرة وحكاية المذهب الطوسي الخرأ نذهب إلى فاصل اشتركوا في القناة 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 في كواليس مسرح الشهادة الثالثة إنها صور مؤلمة صور مؤلمة أنا أعرف سينبري من ينبري من النجف كي يدافع عن جعفر كاشف الغطاء وعن غيره لكن الحقيقة هي هذه نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في عمان الله ترجمة نانسي قنقر